يومين وتنطلق بطولة كاس العالم لكرة اليد اللي بشارك فيها منتخب مصر في مجموعة قوية بتضم كرواتيا والمغرب وأمريكا عندنا عمل طبعا في أولادا هم يبدأوا أول مبارياتهم قدام كرواتيا يوم الجمعة اللي جاي خلونا نطمن طبعا نطمن على آخر الاستعدادات من الكابتن محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس البعثة صباح الخير عليك يا كابتن أهلا صباح الخير يا رسول محمد يا أهلا بحضرتك في البداية نطمن على البعث المصري الحمد لله احنا بعثتنا وصلت دلوقتي يوم 11 بكرة ان شاء الله هتكون تطلع من فرنسا إلى السويد وبإذن الله استعداداتنا وترهيزاتنا كويسة كنا بنقابل بعض الصعودات طبعا لكن شبابنا بإذن الله قادر على التغلب عليها إصابة الحفالد واعتزال الكابتن الكبير أحمد الأحمر يعني خلت المكان إلى حد ما محتاج شيء من الاهتمام واحنا معانا محمد مهابو محسنين يعني فيه من شبابنا من عناصر الشبابية فيه إن شاء الله ناس جاهزة لتعطيط المكان ده ولكن استعدنا ببطولتين رومانيا واستعدنا ببطولة تانية في فرنسا وحصلنا على الأولى في رومانيا واحنا صافينا مع فرنسا وكان الفرق هدف طلعنا التاني في البطولة وفرق هدف طبعا عملية التلتيف البطولات دي مش مهم بقدر ما كان بيهمنا أن نحن نشارك أكبر عدد من العناصر طبعا دفعنا بعدد كبير يجرب كل العناصر نحن لآخر لحظة يكون لعبين على استعداده ونختار منه وندي للمدرب الفرصة أو المدير الفاني أنه الفرصة أنه يختار أفضل عناصر فعلا طيب كابتن محمد بعد التحية طبعا مصر تقى فيه المجموعة السبعة شايف المجموعة بتقيمها ازاي المجموعة فيها العقبة أستاذ جمانا في الجزئية مهمة أوي اللي هي مطشنة في يوم 13 مع كرواتي بعدها المباراة ده يوم 13 يوم 15 مع المغرب يوم 17 مع أمريكا وأعتقد أننا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله نتصدر المجموعة أو يكون لنا أولوية الدخول مع المجموعة التاملة بقى فيه دخول بعد كده للدرس 16 طبعا ما فيش في بطولات العالم حاجة أو مبدأ نحن نقول أننا داخل المباراة فيها رفاهية أو فيها سهلة لا 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 الكلام ده طبعا طبعا مباراة لازم أنا بكون بكامل طاقتي وقوتي لأنها العناصر المتغيرات كثيرة جدا وفي الحالات التي لازم يكون مستعدين لها فنيا جدا صحيح اللي وصل لكاس العالم بكل تأكيد منتخب قوي وإحنا بنتكلم الآن عندنا سبعة من المحترفين محققين خلال هذا السيزون فقط في أنديتهم برا 250 هدف ده حقيقة السيد محمد سألت شاذري إحنا الجزئية دي إحنا على فكرة يعني الجزئية دي سلاحظه حدين يعني إحنا معنا كنا الأول من بداية تكوين القرط للد الحديثة مع دكتور حسن مصطفى والترش الكبير بتاعنا كنا بنعتمد على نظام الحضانة يعني إحنا بنجيب مدرب ونجيب لعبين الأندية بتهتم بيهم وأفضل عناصر ونبدأ في تجريد مستمرة عشان نصل بهم في النهاية لأنهم يحققوا بطولة بالمشاركات اللي إحنا بنعملها مع الفرق القوية وبنستدعي بطولة الأهرام وبطولات دولية كثيرة جدا الجزء الأساسي بقى اللي فيه صعوبة في الأحداث الجديدة اللي لما يكون عندك عدد نص الفريق محترف ونص موجود فأنت عملية الدمج والانسجام فيما بينهم وكل واحد بلعب بعيد عن الثاني هي دي المشكلة العلمية اللي كنا بنواجهها خلال الفترة اللي فاتت إزاي ناخد معلومات هي بابنية على قواعد معلومات وعلى تجريده إزاي وبيلعب في أي مركز وبيلعب بأي شكله وإزاي هنسجم مع الميل ولما بييجي في الأسبوع الدولي يعني العملية بقت أعقد شوية من الأول أن الفرق حولها تحت إيدي وفي نفس الوقت إحنا بالمنظومة بيهمنا أن الفرق كاملا يكون محترف ذي دور الأوروبا كلها طيب كابتن محمد الحياة إحنا يعني خلينا نقول إنه منتخب مصر لكرة اليد ظهر بشكل جيد جدا حياة في الفترة اللي فاتت يمكن إحنا قدرنا نحن يعني نحقق بطولة أفريقيا وقبلها كمان كان مستوى جيد جدا في أولمبياد توكيو طموح اللي بنسعى لي في هذه البطولة هل المرة دي إحنا قدرين إن إحنا نحقق مديليا أو نفوز بمديليا؟ في الحقيقة ساتك بتلمسي يا سيد جمان الجزء مهم قوي اللي هو الرأي العام منتظر إيه من فريق القوم لمصر في كرة الآن الجزئية دي إحنا يعني الاهتمام بقى شامل إحنا بنحاول نبتهد مع السيدات والرجال بطولات أفريقيا تقريبا مقتسحينها الآن فده دليل إن في عندنا عناصر كل الأجيال كل يعني ناشئين شباب رجال العملية متواصلة وبتاخد نفس الافتمام قبل كده كنا وصلنا رابع عالم في 2001 ودي كانت أفضل حاجة وصلنا في بطولات العالم في 2001 أحدى أحسن نتيجة لينا في الأولمبياد اللي فات في 2020 دي أخدنا فيها رابع ودي نفس الشيء أفضل نتيجة وصلنا لها السنة الآخر أولمبياد آخر بطولة العالم في مصر 2021 حققنا المركز السابع ولكن وصلنا للمستوات الرابع ما عادش فيه خلاص جزئية أو رفحية إن أنا أقول للشعب المصري أنا نازل أجيب مكانة مشرفة لأن هذا لجيب ميداليا فإحنا بنطمع في ميداليا يعني كل الأولاد وطبعا معالي الوزير اجتمعنا معاهم قبل صفرهم في المركز المعالي كل تركزهم واهتمامهم منهم إن شاء الله راحين عشان يجيبوا ميداليا لمصر يعني ده يبقى الإنجاز إن شاء الله حققنا الإنجاز وطالما فكرنا في ميداليا الفرق بقى أن أنا هدفي أن أجيب الدهبية ليه فردية وليه برونزية فطموحاتنا على أعلى سقف ممكن إحنا راحين عشان ننافس عشان نثبت أننا فريق قوي وكبير وعالمي ويعني نستحق وتستحق بصر أننا نصل بها للمكان بقى كل تأكيد يا فنم نتمنى طبعا لمنتخبنا لكاس العالم منتخبنا طبعا لكرة اليد نتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري مشكلة حدا جزيزة شكر كابتن محمد الأمين رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد